قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الاقتصاد المصري نمى في هذا العام 2021-2022 بنسبة 6.6% وخلال مؤتمر صحفي أكد مدبولي أن ذلك هو أعلى معدل وصلت إليه الدولة رغم الأزمات التي تلاحق العالم الاقتصادي مشيرا إلى أن الدولة كانت تتوقع أن تنهي العام بارتفاع يصل إلى 6.1% نمو الاقتصاد المصري في هذا العام 2021-2022 نمى بنسبة 6.6% وده من أعلى الأرقام التي سجلها الاقتصاد المصري كنمو على مدار السنوات الماضية يعني أنا بس حابب أن أقول هذا الموضوع بالرغم من أن الربع الأخير من هذا العام كان ربع صعب جداً اللي هو كله شاهد الحرب الروسية الأوكرانية وتأثر معدلاتنا التنموية بيه وبالتالي إحنا كنا متوقعين أن العام ينتهي بحوالي 6.1% أو 6.2% من 10% لكن فعلياً بعد الأرقام ما تم مراجعتها المؤشرات الأولية بتقول أن الاقتصاد نمى ب6.6% من 10% الشيء الآخر الجيد جداً أن البطالة استقرت على 7.2% كنسبة وده كلها أرقام مشجعة لكن طبعاً يظل التحدي طبعاً الحقيقي اللي شاهدته الدولة وزي العالم كله هو ارتفاع معدلات التضخم وده طبعاً ظاهرة عالمية وأكيد حضركم متابعين اللي بيحصل على مستوى العالم واللي خلت تضخم طبعاً عندنا وصل إلى 14.6% تبقى لأرقام الشهر اللي كان أعلنها الجهاز المركزي بالتعبير عامة ولاحزة